لو انا عمدي مكانيكال سيستم بيتحالق بلوستي معينة بأكسيريشن معينة ودي تطغير ديناميكا الموضل بتاعه طبعات الإكوائشن الحاجة بالمنزل وده كده X ضول لط مثلا زي X ضول لط بس X بتساوي سين بلاتتي طبعا مكانيكال سيستم يجبه X عضاء عن ديس بلاسمنت X ضول لط عضاء عن بلوستي X ضول لط عضاء عن أكسيريشن طيب هل أفضل أعرف بعد خمس سويني قيمة X دي بتساوي كان والمنزل هنا كده صعب من الإكوائشن الزيدي الإكوائشن الزيدي بنسميه Linear Differential Equation Linear Differential Equation طبعا هي Time Invariant بتعمد على Time طيب موجودة في Time Domain Time Domain طيب أنا عايز أجيب الأكس بعد خمس سويني ويساوي كان طيب عايز أجيب الفلوستي بعد عشر سويني ويساوي كان ده اللي بنسميه Solution أو Time Response Solution بتاع Linear Differential Equation أو Time Response طبعا عشان أتحول من Linear Differential Equation ويقضي أجيب الفلوشن بتاعها نعمل ده Very Difficult موضوع صعب فبنعمل ايه؟ بنعمل حاجة اسمها La Plus Transform La Plus Transform بيحولي من Linear Differential Equation إلى Algebraic Equation Algebraic Equation Algebraic Equation الالgebraic Equation دي بتبقى موجودة بدلا مها في Time Domain إلا Plus بيحولها لي في حاجة اسمها S Domain وبعد كده بيبقى الموضوع أسهل كتير جده اننا بتعمل مع الإكوشن في حالة الالجيبريك إكوشن وبعدين بعمل حاجة اسمها Partial Fraction زائد La Plus Inverse يطلع علي السويني بتاع Linear Differential Equation وساعدها وأقدر أجيب قيمة X بالتسابق وأقدر أعرض لقيمة Time أعمل لها Differentiation أجيب البروستي أعمل لها Differentiation أجيب البروستي أعمل لها Differentiation أجيب البروستي أجيب الExceleration أجيب الResponse التغيبية عند أي time أنا عايزه ذا الهدف من La Plus Transform أعمل لها O lamباوس Transform اشتركوا في القناة